استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قسم إسرائيلي لوسط وشمال قطع غزة أفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن فلسطينيين اثنين استشهد فيما أصيبتنا عشر آخرون جراء قصف من قبل طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج في مدينة دير البلح استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة فيما استشهد ثمانية أشخاص وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة